ميكالي كان معروض عليه منتخب الشباب من بدري قوي يعني اتحاد الكرة عرض عليه وكننا قلنا هنا في رقم عشر الكلام ده من حوالي 4 او 5 شهور كمان وقلنا انه اتحاد الكرة بيفكر ان ميكالي يكمل مع منتخب الشباب بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الولمبي يكمل مع منتخب الشباب وكان فيه عروض مالية رايحة جاية بس ما كانوش لسه اتفقوا فالموضوع ده من بدري مش بس عشان ميكالي يتقلق مع المنتخب الولمبي في الولمبيات لكن الموضوع في اطار خطة في اتحاد الكرة دي جزئية في جزئية تانية بقى وحابب اتكلم عنها واعجبها لك من شقين مهمين جدا اول جزئية انه التسلسل الطبيعي للمدربين ان هما بتسعدوا يعني ايه يعني ميكالي مسلا يمسك منتخب او لو كان ماسك منتخب الشباب وبعد كده يمسك منتخب اول اولمبي وبعد كده يمسك منتخب اول وياخد جيل بحاله ويكمل به تمام ده لو احنا عاملين خط لده بس برضو يا جماعة عشان نبقى ايه عقلين كده وهدين واحنا بنفكر ناس كتيرة عشان حبت روجيرو ميكالي في الاولمبيات ووسقت في امكانياته فبدأت تقولك ايه تم روجيرو ميكالي بقى يمسك المنتخب الاول يا سلام يا سلام توكبت الحسام حسن قصر لسه قصر حتى ليه حق يقصر يعني يعني بقى جايب مدير فني بقالوش كام شهر وقوله معلش انت هتمشي بقى عشان لقينا مدرب حلو تاني فهنمشي كنت طبعا انا قصرت معاك في حاجة طبعا انا كنت وحش في حاجة فورده يا جماعة الكلام يبقى احترافي شوي احنا منستسهل الدنيا وطب معلش يعني ميكالي جي المنتخب الاول ومشي حسام حسن فميكالي مقداش مع المنتخب الاول مطشين كويسين فخلاص نرجع حسام حسن عرف انت اللي فيه الشهير ده نزل ميدو لا خلاص رجع ميدو فيش كده فيش كده عشان بس ايه ان الامور تبقى هادية انا معنديش مانع انه ميكالي يكمل مع منتخب شبابه ومنتخب اوله كل حاجة بس الناس اللي بتقولك منتخب اول انا يعني اللي موجودين في المنتخب الاول هما لسه قصروا لسه عملوا حاجة وحشة عشان نقول لهم عليش شكرا قطر خيركم عايزين نكمل مع ميكالي يعني ده اتنا مدربين كويسين نحاول نستفيد بيهم يعني نحاول يعني